سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سلاح شطرنجي يستخدم في الافتتاح لو انت عارف خصمك بيلعب ايه ممكن تحضر تحضيره منزلية مش احسن حاجة على الانجين يعني لو حطتها على الانجين يقولك ان الخصم افضل قليلا لكن علشان يعقبك وياخد منك التفوق هيحرق وقت طويل ودايما فيه افخاخ وانت قاعد ماشي في اللاين انت دايما هتطلو افخاخ وعراقيل هذا السلاح ناجح جدا في الربد وفي البلدز لو مهتم تعرف السلاح ده بيتم استخدامه ازاي تابع المباراة الاولى من عبدالستاروف ضد ارونيان والتي معنا الان لو مهتم بهذا المحتوى لايك لازيز واشترك في القناة في اليوم التاني من بطولة ايم كيس اليوم اللي كان بيلعب فيه ماجنس كارلسون مع فابيانو كاروانا واستطاع ان يتغلب عليه لو ما شفتش المباراة الحاسمة بينهما ممكن تلاقيها في الفيديو السابق يلعب ايضا عبدالستاروف مع ليفن ارونيان ويلا بنا بيدا ملك بيدا ملك نايت نايت وهنا في طريقين اساسيين يلعبهم كبار اللاعبين ياما يلعب الاسباني ياما يلعب الايطالي ياما يلعب ذا سكوتش لكن عبدالستاروف لعب نايت سي ثري مفيش اي حاجة غلط نايت ده افتتاح الاربع احصنة the four knights الفرسان الاربعة او الفرسان الاربعة والنقلة الاساسية هنا يا اخوانا هي البشب يطلع هنا ضاغط على الحصان اللحامي البداء الوسطي او ترجع للسكوتش او تفانكت او تلعب بشب اي تو بس ابدا مش بشب سي فور دايما الناس اللي بتتدرب معايا بقول لهم ان لو انت لعبت الايطالي بص 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 بيدأ مالك بيدأ مالك حصان حصان ولعبت الايطالي والخصم لعب الحصان يعني دفاع الحصانين اوعى تلعب نايت سي ثري عندك طريقين بس تلعبهم هنا بالابيض يتلعب الايطالي البطيء بديك ري يتلعب the fried lever بكل الحفظ بتاعه بقى اللي انت تبقى عارفه لكن دايما نقول لهم تجنبوا ان انتوا تلعبوا نايت سي ثري علشان فيه ضربة تكتيكية بتخلي الاسود يأكل الا وهي حصان في بيدك بعدما يأكل يسترجع الاسود القطعة بتاعته والشكل خلاص يعني بقى clear بقى واضح بيرجع الفيل هنا وبعدين تاكل يرجع صاحبنا البدأ بتاعه وبقى يلعب بشب دي سيكس ويبيت الاسود عنده امتياز الفلين زي الابيض ما عادش فيه اي مشاكل في هذه المباراة طب ايه اللي خل عبدالستاروف في المباراة الاساسية يلعب البشب ده هناك ويسمح بحصان في بيدك تحضيره في البيت محضر التبييت فصاحبنا اكل اكل دلوقتي لو تلاحظ الهيكل البيدقي بتاع الاسود افضل بكثير بصراحة الراجل معات 8 بيادئ كاملين على الرؤعة والاسود الابيض عنده 7 بيادئ منهم 2 ركبين الاسود بالفعل ادى تفوق واحد او الانجين ادى تفوق واحد للاسود في هذا الشكل بعد F6 وده تلعب قبل كده والابيض بيكسب 25% الاسود بيكسب 38% ويتعادل 38% ووراياته لكن H6 اللي عبت عادي 6-18 للاسود ما زلنا والان كوين دي 5 هات مات في واحد يحمي الماتات لكن خد بالك ان كوين دي 5 مش بس عايز المات لكنها ايضا بتضغط على هذا الحصان ودلوقتي الرخ تيجي على الفايل المفتوح ضاغطة على هذا البيدق فيحمي البيدق بتاعه الاسود مع تفوق واحد واثنين من عشرة والان يتم زيادة الضغط على هذا الحصان لو انت طنشت واطلعت بالفيل مثلا فانا باكل بتاكل باكل بكش واخد الرخ فلابد ان تستجيب ببيشب دي 7 ومازال معاب تفوق واحد وثلاثة من عشرة للاسود والان التحضيره مكمله نايت دي 4 بص على وقت عبدالستاروف 14 دقيقة و40 ثانية وهو اصلا بدء ب15 دقيقة فلعب 10 نقلات في 20 ثانية اه كل نقلة بيزيد الوقت شوية بس استله واتحضرته ما فكرش والان افضل نقلة من ليفن ارونيان بس اخد بالك ليفن ارونيان حرق دلوقتي دي اقتينه شوية رجع عايز يكلير ذا بيزشن ينظف الموقف ويتبقى له بيدق كامل زيادة والذي سيؤدي الى مكسب للاسود في النهاية لو اكلت بهذا الشكل ودي افضل نقلة يزعم الانجين ان دي افضل نقلة يأكل بالمالك وبعد نايت بي 3 يدفعه الى الخلف تفوق واحد ونص بعد كوين دي 3 مثلا خلاص يبدأ بقى يطارد معدش في حاجة قلق خلاص معدش فيه قلق اطلاقا لكن عبدالستاروف في هذا الشكل بعدما الحسان رجع يلعب F4 لا يوافق عليها الانجين ولكن لعبها برضو بسرعة يعني بيننا 10 ثواني ولعبها C6 ايه ده ده خس القطعة كمان يا لهوي يا خبر يقوم عبدالستاروف بمنتهى الهدوء واكل بيدق في بيدق ويسيب وزيره قالك لو الوزير اتاخد يأكل بكيش ويفوز المباراة لازم تغطي بهذا الشكل بعدين هبتأكل بكيش واكل او تغطي بالحصان بس الحصان ده ده الوقت مربوط انا بأكل عادي جدا ولو انت أكلت بهذا الشكل انا عندي روك تيكس ولو انت عملت حاجة زي كده انا عندي بيشب تيكس وحامل روك وينينج اطباق سبعة للأبيض فالوزير ما بيتكلش بعد بيدق في بيدق طب اعمل اي دلوقتي الراجل امراجع بهذا الشكل تاني احسن نقلة على الانجل ما زال معا تفوق للاسود واحد ونص بص الظلم ايه ده ساب وزيره اه ساب وزيره ليه يا عم ساب وزيره عشان مات في واحد ها هاي مش معقول عشان مات في واحد عظيم فصاحبنا اكل والان ضربة تاكتيكية على هذا الشخص خد بالك ان الرخ دي عمل شغله اسطوري ربط الحصان الحصان لو اتحرك الوزير يروح حتى لو الوزير اتحرك الحصان ما يقومش عشان وراه الملك الموضوع ده كله متعلق بهذه الرخ وهذه الربطة بيشيب تيكس بي تيكس نايت تيكس هات يا ابني الوزير يتحرك الوزير الى الاتش فور والشكل بدأ يكون تعادلي والان روك اي فور امشي لو سمحت فصاحبنا يعود الى الاف سيكس والان يكمل انتشاره خد بالك الحصان ده انتوتشابل لا يلمس اكلت هاكل واخد الرخ كاملة والان بيشيب اي سيفن عاوز يكمل انتشاره ويبيت وكده فمستر عبدالستار جاب القطعة الاخيرة هات يا ابني الوزير يتحرك الوزير ثم يأكل فأكل والان ضغط على هذا البيدق في مشكلة اه ان الحصان مش بيقوم وبالتالي مش عارف احمل بيدق بهذا الشكل طب اعمل ايه اجيب الرخ دي مثلا كده اه ممكن دي حلوة وبعدين انا بدي الكيش فانت تهرب والابيض مع تفوق 3 عايز اقولك ان ارونيان هنا لعب كينج اف ايت وساب الرخ ببلاش اه ده اللي حصل ده اللي حصل لما تقع في تحضيره كل نقلة تقعد تفكر عشان تجيب البست وبعدين تقعد تفكر عشان تجيب البست تفكر 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 والتاني بيلعب اوتوماتيك نقلات كلها اوتوماتيكية محضرها في البيت ممكن يحصل معك كده ممكن تسيب رخك كده وكانت هذه هي المباراة الاولى بينهما المباراة الاولى بينهما بينهما ولا حد يقولي في التعليقات طيب الماتش اللي بعديه ليفن ارونيان لعب بالاسق بالابيض وتعدله الماتش اللي بعديه بقى عبدالستاروف رجع يلعب بالابيض تاني ولعب بيدا ملك وقد قابل ها السقلي نايت اف ثري C5 دي ليه اسمها الدفاع السقلي او The Sicilian Defense دي سيكس بداية النكدورف نفس السلاح دي فور اكل اكل بالوزير رغم ان المين لاين مية وخمسين الف مرة حسن في بيدا هو لعب النقلة التانية اللي هي اتلعبت خمس تلاف مرة بس مانشي عادي سوبر جراند مصر زي ليفن ارونيان متحضر لان ده سيد لاين قوي تطلع طلب الوزير والمين لاين يسير كالتالي بيشب هنا بيشب هنا ياكل ياكل فيلم كده يعني ممكن تبقى مذاكره تاني تاني احسن نقلة يعني النقلة بتاعت الربط بالفيل دي اتلعبت 2800 مرة كوين اي ثري اتلعبت 230 مرة بس شايف السلاح نايت اف سيكس بيشب اي تو جي سيكس تبييت بيشب ويستخدم فكرة بعد اتش ثري عشان الفيل ما يطلعش يستخدم فكرة من السميث مورا جنبه بعد التبييت روك دي وان عاوز اي فايف صاحب نايت زحلق ويقوله ما فيش اي فايف ولا حاجة والان اتلعب نايت سي ثري لاحظ ان عبدالستاروف ماشي زي ما الانجين بيقول يعني كان عنده اوبشن يلعب سي فور هنا مثلا وتلعبت قبل كده عالداتا بيز ما لعبهاش تلعب الحصان اولا وبعد بي سيكس عاوز يفنكة الفيل لعب نايت دي فايف بيقوله على فكرة لو انت عايز تطربني عادي جدا انا هرجع وهبدأ الضغط على هذا البيدق المتأخر تلعب نايت سي فايف مثلا العب روك بي وان وعايز احضر للحاجات دي لو منعتني هاخدها يعني هاخدها واطربك وكمل الضغط على هذا البيدق المتأخر وبعدين بقى يا عبدالستاروف فإي سيكس مش حلوة هتعمل اضعاف على الدي سيكس بيشب بي سيفن والان سي فور اوكي اي سيكس خلاص الشكل بقى شبه الهيج هوج اللي هو بدائين 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 هيبقى شبه شكله روك بي وان لانه ناوي يلعب بي ثري يدعم البيدق ده وكمان يمكن يفتح للفيل من هنا او من هنا هلعب روك بي وان لمنطقية والاولى على الانجين يضطر صاحبنا يدفع الحصان عشان يلعب الحصان ده مزعج جدا فيعود الحصان الى الوراء ولكن احنا خدنا شكل من اشكال ذاماروكزي بايند اللي هو كماشات على مربع الدي فايف الرخ والحصان والبدائين حاجة فظيعة مساحة قوية جدا للابيض في المنتصف بينما يعاني الاسود من نقص المساحة يلعب الاسود فقط في ثلاث فايلات او رانكات لا ده مش فايل ده ده صف ثلاث صفوف كوين سي سفن حمل بي دق بي ثري بفكرة روك بي وان اساسا الرخ تيجي في المنتصف عشان تحمي البيدق بزيادة بيشب اي ثري ضغط على البيدق والان بيشب اف اي تحمي البيدق دايما الانجين بيحب المساحة لأي لاعب اللاعب اللي معه مساحة دايما تلاقي استوكفش مديل وتفوق ففي تفوق واحد للابيض الان ولعب منتهى الاستراتيجية روك دي تو عاوز اجوز على البيدق مفيش اي يعني مش عايز اقول مفيش فن في الموضوع لكن تحس ان النقل منطقي جدا نايت تاكل وتخف الضغط وممكن ياكل بالبيدق ويسمح للحصان ييجي هنا حصان فحصان دي نقلة في منتهى السوق بصوا على برد تقييم باصفار او اسود احسن شوية بمنتهى السوق لكذا حاجة اولا التكسيرات مش في مصلحة اللي معه مساحة التكسيرات في مصلحة اللي معهوش مساحة لانه مش لاقي حتة يحط فيها القطع فما اكتصرش معاه تاني حاجة لو اكلت الانجين بيقول كل بالبيدق طبعا ولان هذا المربع مفيش ولا بيدق ابيض بيحميه الحصان ده هيبقى قسطوري فطبعا الاكلة وحشة عايز تاكل انت كل انا هجوز على البيدق الضعيف المتأخر على البيدق الضعيف المتأخر عشان انا ايدي هجبتها كده في بتاقي السطوطي مش عارف الروح تحركت والان بيشب باكت بي تو بيشب اي ايت طبعا دي افكار مشهورة جدا للهجوز عاوز يفتح الجناح بحيث لو انت كلت يبقى فقط السيطرة على الوسط وانا اقدر ادفع الدي 5 مثلا في اللحظة المناسبة والان يا سلام على جمال النقلة اللي بتقول ان عبدالستارف كاهم هو بيعمل ايه نايت ايش 2 مش هكسر بل بالعكس هاخد مساحة زيادة بالف 4 والانجين مدي تفوق 2.3 من 10 للأبيض نايت اي 7 اف 4 ده بيفضي مكان للحصان قد بالك ده ميشي بالحصان عشان يفضي مكان للحصان الثاني والان بيشب باكت اي 3 ضاغطا نايت او اف 6 حاميا والان بيشب باكت بي 2 عادي بقى المطش بدأ يمشي من غير اي يعني افكار عميقة ولا حاجة بالفعل بقيت يعني معادش فيه تحضير بقى دماغ لدماغ دلوقتي وفي هذه اللحظة لعبت ال F5 الانجين كان مدي بدلها نقلة فضيعة نايت دي 5 تضحية لو اكلت فانا باكل بالسي وهبدأ اشفة القطع على هذا الفايل والوتر ده فضيعة يعني مثلا لو تلعب دلوقتي بلك الفيل ده بشع بايز الحصن ده بشع بايز انتش بقول نايت بي 5 ولكن روكسي 1 تلعب الان كوين اي 7 مثلا ايه المربع ده طب خيانا جيب نقلة منطقية مثلا كوين دي 7 ناو نايت جي 4 ولو اكلت ياكل بالفيل وبعدين الوزير يتحرك وبعدين امشي لو سمحت فصاحبنا يمشي وبعدين روكسي 7 بصوا تضحية جامدة اوي تضحية كمبيوترية بحتة فوق 6 كمان شوية انقلة دي هتيجي وهات متات وحاجة يعني بص كان الله في العون صعبة اه بصراحة صعبة لانها مش تضحية في نقلتين يعني هتجيب ماكسب لا واحدة واحدة F5 لعبت الان لكنها تركت هذا المربع دفي على البيدق الانجن بيقول كوين C5 تعالى انكسر دي كانت افضل نقلة تدي شوية امل للاسود لكن دفي على البيدق بهذا الشكل قد تخلص من البيدق المتأخر اخيرا والان بمنتهى الهدوء سحب الوزير مش عاوزوا يكسر معاه بيدقن في بيدقن وكان دلوقتي C takes winning لو اتلعب مثلا 9 takes بتاكل عادي بياكل والان دي 6 فظيعة ولو اكل بالفيل الان 9 G4 فظيعة عايز حاجات من هنا وايضا QD4 هتمات في واحد موجودة ولو غطة بتاكل قطعة كاملة تفوقات اسطورية 8 و 9 و حاجات من دي لكن بعد بيدق في بيدق قرر مستر عبدالستاروف ان يدفع البيدق مش شكل رجع صفار بعد 9 E4 يا الهي 9 takes اكل بهذا البيدق والان E6 قبل ما تغلى قبل ما يحصل اي موقف يخلي الوطر مغلق اعطاه بيدقا مقابل ان يجعل هذا الوطر مفتوح ودي حاجة مهمة جدا ودي اول نقلة الانجين مرشحها والشكل مازال صفار هات نقلة عبدالستاروف القادمة شكل صفار تماما والنقلة اللي جاية صفار برضو بس صعبة صعبة ومفترية عبدالستاروف معاه 3 دقايق تقريبا 11 أرونيان معاه 39 ثانية واملعب له 9 G4 طبعا 9 G4 نقلة مليانة خبافة بان لو انت ماكلتوش فانا هغطص دلوقتي عايز مات في واحد لو رجعت في وشي بخش بكش والحصان مدعوم بالفيل اللي على الوطر الطويل تمشي اكل تاني بكش اتغطت ديك متات حاجة بشعة فيفكر 11 أرونيان وبدلا من ان يخف الضغط هاهنا بهذا الشكل ثم يأتي بقطعة من القطع لتلعب ويتعرض لهذه الكش ويلعب كينج F8 وبعدين التضحيات دي ممكن تيجي بهذا الشكل 9 takes E takes وكوين H6 كينج وبعدين ياكل وبعدين كوين G3 النقلة الوحيدة للتعادل اللي انت صعب جدا معهوش وقت للكلام ده فيقوم لاعب بعد ما يفكر تقريبا 30 ثانية من التسعة وتلاتين ثانية اللي معاه اكل القطعة بدلا ما يخف الضغط اكل القطعة بهذا الشكل وكانت بلندر اسطوري لانه اكل دلوقتي هات يا ابني متات وE5 لعبت وبعد رك D7 يا حلاوة رخع السابع بالعافية ياكل ياكل تاني هات الوزير قال له تعالى انكسر وزراء ولكن اعطاه الكش وانسحب ارونيا لماذا انسحب ارونيا في هذا الشكل لانك اذا ذهبت الى هذا المربع مثلا فالان بكسر هات يا ابني هات يا حبيبي اه مربوط اسافا مربوط من هنا ياكل كده هوة وفي الاخر يدينه كيش الاخر انا تخيلت ان هو حتى لو هيكل كده فاندينه كيش دلوقتي فيرجع كده فيه كش بحاس ان فيه حاجة والله بس ياكل كده وبعدين ياكل كده هوة لا يدينه الكش الاول اوكي جميل فيرجع بعدين ياكل الرخ كاملة والحصان ده محبوس ولا ايه يلعب بهذا الشكل والان بيشب باكت وفور عايز يدينه الكشات دي تفوق سبعة للابيض في هذا الشكل طيب على فكرة وانا بحضر لك المطش ما شفتش كينج جي سيفن شفت كينج اف ايت وكينج التانية بس حلوة اوي كتفريع كينج اف كينج جي سيفن كمان كينج اف ايت مثلا عليها الكش دي وبعد ما يمشي عليها ياكل هنا ودلوقتي مات في ثلاثة على اي حال مثلا يعني انجين مدي الكش دي الاول صباح الفل يعني ما لهاش حل اي حاجة النقلة بتاعت دي جاية بكش مات لو انت منعتها من هنا مثلا ففي كوين اي سيفن عشان انت مشيت وطبعا لو بعد الكش مشي جوه كوين تيكس ولو اكل دلوقتي بيش بتكسب مات برضو يفوز عبد الستار الحلقة الجاية الوحوش هتقابل بعضها مادنى سكرلسن هيقابل عبد الستار اظن بقى الحماس زي ما كابتان احمد الخطيب يقول اربع تلاف الحماس بقى في السماء مستنيك الحلقة الجاية وتمنى تكونوا بسطة واستمتعت بهذه الحلقة لايك لزيز واشترك في القناة واشترك في القناة واشترك ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة